عملية أطلق عليها اسم العقرب. الوزن هو نصف طن من مخدر الكوكيين. في أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة وراءها شخص واحد. قالت إنه شخص من جنسية شرق أوسطية. طبعا الإمارات قال ذلك. نشرت شرطة دبي فيديو للعملية. ففور تلقيها المعلومة. شرع فريق متخصص في مراقبة المتهم. ففور وصول المشتبه لأحد مطارات الإمارات. حتى إرسال شحنة المخدرات له. كان يخطط لنقلها إلى إحدى الإمارات. وتخزينها في مستودع عملية مراقبة المتهم. أظهرت أنه قام باستئجار سيارة دفع رباعي. اشترى أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات. بغرض الاتجاري والترويجي لها. متخذا حذره على ما يبدو كما قيل عبر الانتقال من مكان لآخر. لتأكد من عدم تتبعه أو مراقبته. بعد تحديد الشرطة لساعة الصفر. كما قال داهمت مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات. أقرى المتهم بحيازته لها. وهو من أصحاب السوابق في بلده. قالت الشرطة أن تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من الكوكايين. عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية الموجودة في الإمارات. عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية. تمت إحالته للنيابة العامة. لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أما بالنسبة لقيمة المخدرات المضبطات. بلغت 500 مليون درهم. أي ما يساوي 136 مليون دولار. كانت مخبأة في إحدى الحاويات. طبعا موقع إسرائيلي اسمه وعلى. فجر مفاجأة بكشفه عن هوية المتهم. الموقع يقول أن منفذ العملية هو إسرائيلي من سكان مدينة اللد. ويدعى خليل دسوقي يبلغ من العمر واحدا وثلاثين عاما. ألقى المغردون العرب على هذه العملية. دعوني أخذكم إلى عين من التغريدات. وهنا ماجد بهبري يكتب. هذه الكمية كانت ممكن تصل إلى عيالكم. نجاح الإمارات ذابحهم. ودهب يشوفون البلد في أسوأ حال هدفهم الشباب. أما زياد ماذا يرى؟ يقول بس بلاش 500 كيلو كوكاين. يعني نصف طني هربوا شخص واحد بس. الواحد يهرب عشرة كيلو. عشرين ثلاثين انطارة. اسكوبار بعزو. لم يكن يهرب 500 كيلو كوكاين. يقول ذلك غامزا وضاحكا كما شعيتم. أما هنا أحمد له هذه التدوينة. يقول معقولة نصف ومتهم واحد. وحقهم أكثر من مئة مليون دولار. هذه القضية لازم يدخل فيها المحقق كونان. لكن بعيدا عن المحقق كونان. المحامي أوري بن نتان. وهو واحد من المحامين أو أحد محاميين. الموقوف علق على الواقع بالقول. موكلي ما يزال محتجزا في دبي. يحاول التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة. طبعا المحامي يحاول ذلك. بغية الرد على هذه الشبهات بأنسب طريقة. موكلي ليس لديه القدرة على التعامل في تحريبي المخدرات. بهذا الحجم الهائل الذي تنسبه إليه شرطة دبي. وقد استغل من قبل آخرين. طبعا القبض على المتهم. يبدو أنه جاء كثمرة تعاون أمني بين الإمارات وإسرائيل. بعد اتفاق السلام بينهما. وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد. نشر الفيديو بتغريدة مع نظيرته الإسرائيلية إليت شاكيد. معربا عن تعزيز التعاون في المجالات الأبنية. بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين في دعم أمن المنطقة. واستقرارها والكلام مولح. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها. ترجمة نانسي قنقر